شهد معالي المشير ركنشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين رماية بالدخيرة الحية نفذها الدفاع الجوي الملكي فلدى وصول معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الرماية كان في الاستقبال قائد الدفاع الجوي الملكي وعدد من ضباط الوحدة حيث استمع معاليه لإجازة عن مراحل سير الرماية والأسلحة المشاركة فيها ثم بدأت الرماية بالدخيرة الحية على الأهداف المحددة لها وفي هذا السياق أكد معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين أهمية الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الرميات التدريبية الهمة التي من شأنها تحقيق الجهزية العالية لمنتسبي قوة الدفاع البحرين وتطوير أدائهم العسكري بشكل فعال وصقل مهاراتهم لإكسابهم المزيد من الخبرات الميدانية العسكرية وشيدا معالي برجال قوة الدفاع البحرين الذين استطاعوا بجدارة فائقة أن يؤكدوا على دوان بأنهم بحق العين الساهرة والدرع المنيع الذي يحمي هذا الوطن العزيز ونوها معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين بأن النتائج الطيبة التي برزت خلال هذه الرمية الميدانية قد حققت ولله الحمد الأهداف المنشودة من هذا السلاح الحيوي وهذا بدوره يعكس بصورة جلية مدى تطور القتالي الذي تبوأته شتى الأسلحة والوحدات بقوة دفاع البحرين مؤكدا معالي على سعي قوة دفاع البحرين المتواصل والحثيث نحو إعداد وتدريب كوادرها العسكرية على كافة ظروف القتال ودعمها بالسلاح والعتاد المتطور وحرصها الدائم على تطوير استراتيجيتها التدريبية بما يتناسب والتقنية العسكرية المعاصرة وأوضح معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الرمايات التدريبية يؤكد بحق ما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من مستوى تدريبي عال وجهزية قتالية وقدرة قتالية في تنفيذ العمليات الدفاعية والتعامل بحنكة مع مختلف ظروف المعركة الحديثة والتفاني في تنفيذ الواجبات حسب المهام المكلة